اشتركوا في القناة وكيف نرسم انعكاس حول محور سواء كان هذا المحور السينات او الصادات واخيرا انعكاس شكل حول محور في المستوى الاحداث الانعكاس يعمل سطح الماء في الصورة المجاورة كمرآة تعكس صورة الطائر نلاحظ هذه الصورة الاصلية اللي في الجزء العلوي صورة الطائر وهذه صورته على الماء وهذا هو الحد الفاصل بين الصورتين قارن شكل وحجم الطائر على جهتين محور التماثل ما رأيكم هل تغير شكل الطائر في الصورة المكونة في الماء عن الصورة الاصلية لا لم يتغير فالطائر كما هو طب ما رأيكم في الحجم هل اختلف يعني هل الحجم كبير او صغير كما نتوقع ان الحجم لم يتغير اذا شكل وحجم الطائر لم يتغير السؤال الثاني قارن المسافة العمودية بين محور التماثل وكل نقطة مبينة ماذا تلاحظ المسافة العمودية يقصد فيها المسافة الرأسية بين كل نقطة ومحور التماثل وكل نقطة متماثلة لها ومحور التماثل الآن نلاحظ المسافة بين ألف ومحور التماثل والمسافة بين ألف شرطة ومحور التماثل هل المسافتين متساويتين نعم المسافتين متساويتين وينطبق هذا الكلام على النقطة باء وينطبق الكلام على النقطة جيم اذا المسافة بين محور التماثل الى النقاط المتماثلة متساوية صورة المرآة التي تتكون بقلب الشكل فوق مستقيم تسمى إنعكاس يعني هذه الصورة التي تكونت في الماء نسميه ماذا؟ إنعكاس ويسمى هذا المستقيم محور الإنعكاس والحد الفاصل يا شباب اللي ما بين الصورة الأصلية أو الشكل الأصلي وبين الصورة التي تكونت نسميه محور الإنعكاس ويعتبر الإنعكاس أحد أنواع التحويلات الهندسية والتحويل الهندسي هو عملية نقل شكل إلى آخر هو عملية نقل شكل من مكان إلى آخر والصورة في الرياضيات هي حالة الشكل بعد إجراء التحويل عليه وتكتب صورة الحرف ألف على الشكل ألف ونحط فوقها شرطة نلاحظ هنا هذا الشكل الأصلي شوفوا النقطة ألف في الصورة اللي تكونت عندي نفس النقطة ألف ولكن نحط فوقها شرطة ونقرأها إيش؟ ألف شرطة شوفوا هنا النقطة باء هذا في الشكل الأصلي في الصورة اللي تكونت النقطة باء نسميها باء شرطة هنا جيم في الشكل الأصلي والصورة اللي تكونت نسميها جيم شرطة إذن نحط شرطة على الحرف متى في الصورة بينما من غير شرطة في الشكل الأصلي الآن نبغى نتعلم كيف نرسم شكل حول محور بالانعكاس مثال أرسم صورة المثلث ميم كاف لام بالانعكاس حول المحور المبين المحور اللي عندنا هنا يا شباب محور سينات أو محور رأسي نبغى نرسم هذا المثلث بالانعكاس ثلاثة خطوات بسيطة جدا الخطوة الأولى أوجد عدد الوحدات بين كل رأس ومحور الانعكاس مثل ما ذكرنا هذا هو محور الانعكاس ما هو المطلوب من الخطوة الأولى أن نوجد عدد الوحدات اللي هي المربعات بين كل نقطة والمحور خلينا نشوف النقطة ميم كم مربع ما بين النقطة ميم إلى المحور مربع واحد كاف كم مربع أو كم وحدة بين هذه النقطة ومحور التماثل واحد اثنين ثلاثة أربعة أربع مربعات أخيرا النقطة لام كم مربع واحد اثنين إذن اثنين ننتقل إلى الخطوة الثانية عين نقطة لكل رأس على الجهة الأخرى اللي هي بعد المحور من المحور بالبعد نفسه يعني الآن عندي هذه النقطة ميم نبغى نحط نقطة جديدة في الجهة الأخرى وتبعد نفس المسافة اللي تبعدها ميم عن هنا الآن قلنا ميم كم تبعد عن المحور واحد صح؟ إذن نبغى أيضا نبعد واحد ونحط النقطة الجديدة هنا النقطة كاف كم تبعد؟ أربعة أيضا نبغى نبعد عن هذا المحور أربعة نقاط ونحط النقطة الجديدة عندي لام هنا كم تبعد يا شباب؟ نقطتين أو وحدتين فأيضا في الجهة الثانية نبغى نبعد وحدتين ونحط نقطة جديدة واضح؟ الآن ننتقل إلى الخطوة الثالثة صل بين الرؤوس الجديدة لتتكون صورة المثلث ميم كاف لام وطبعا كما ذكرنا الصورة تكون بنفس الأحرف ولكن بشرطة وهي ميم شرطة كاف شرطة ولام شرطة إذن الآن عندي هذه ميم فالنقطة الجديدة واش نسميها؟ ميم شرطة عندي هذه كاف والنقطة الجديدة ماذا نسميها؟ كاف شرطة النقطة لام والنقطة الجديدة ماذا نسميها؟ لام شرطة الآن نوصل بين النقاط الجديدة أصبح عندي المثلث الجديد المرسوم بالإنعكاس وميم شرطة كاف شرطة ولام شرطة إذن ثلاثة خطوات بسيطة لرسم الإنعكاس خليوا شوف هذا التدريب أرسم صورة المثلث سين عين صاد بالإنعكاس حول المحور المبين الآن المحور الموجود عندنا اللي هو هذا محور أفقي يبغانا نرسم صورة لهذا المثلث بالإنعكاس نتبع نفس الخطوات الثلاثة البسيطة الخطوة الأولى نوجد عدد الوحدات بين كل رأس ومحور الإنعكاس نبدأ من الرأس الأول اللي هو سين كم عدد الوحدات بين هذه النقطة وهذا المحور نشوف واحد اثنين ثلاثة أربعة إذن أربع وحدات وأربع مربعات صغيرة النقطة الثانية عين كم مربع تبعد عن الخط أو عن المحور مربع واحد وأخيرا النقطة صاد كم مربع واحد اثنين ثلاثة ثلاث مربعات الخطوة الثانية ما هي الخطوة الثانية يا شباب نعين نقطة لكل رأس على الجهة المقابلة الجهة الثانية من المحور بالبعد نفسه إذن عندي هنا سين نبغى نعين نقطة جديدة في الجهة هذه المقابلة وتبعد نفس البعد اللي تبعد سين سين كم تبعد أربعة إذن النقطة الجديدة لابد أن تبعد أيضا أربعة ونحط مكانها هنا عين كم تبعد واحد إذن النقطة الجديدة لابد أنها تبعد مربع واحد ونحطها هنا والنقطة الثالثة صاد كم تبعد ثلاثة إذن هنا نحطها هنا ونشوف كم بعدها واحد اثنين ثلاثة ثلاثة واضح الخطوة الأخيرة البسيطة صل بين الرؤوس الجديدة اللي رسمناها الآن اللي باللون الأزرق لتتكون صورة المثلث سين عين صاد والصورة هي قلنا نفس الاسم ولكن نحط فوقه شرطة سين شرطة عين شرطة وساد شرطة إذن عندي هذه النقطة الأولى تسمى يش سين شرطة وهذه النقطة نسميها عين شرطة وهذه النقطة نسميها صاد شرطة ومن ثم نوصل بين هذه النقاط تصير عندي صورة المثلث بالانعكاس مثال إحداثيات رؤوس المثلث لام نون راء هي كالتالي لام سالب ثلاثة وأربعة ونون أربعة واثنين وراء سالب واحد وواحد ما هو المطلوب؟ اكتب إحداثيات رؤوس الصورة الآن عندي الشكل الأصلي وعند الصورة وكما ذكرت شباب أن الصورة تكون فيها نفس الأحرف ولكن عليها شرطة المطلوب أننا نكتب الأزواج المرتبة والإحداثيات لكل حرف من حروف هذه الصورة أو لكل رأس من رؤوس هذه الصورة اللي هو نون شرطة وراء شرطة ولام شرطة أولا خلينا نكتب النقاط الأصلية عند النقطة الأولى اللي هي لام سالب ثلاثة وأربعة وعند النقطة الثانية اللي هي نون أربعة واثنين وعند النقطة الثالثة اللي هي راء سالب واحد وواحد الآن نبغى نوجد الإحداثيات للرؤوس الموجودة في الصورة اللام ما هو الرأس الموجود في الصورة بالنسبة للام؟ لام شرطة طيب ما هي إحداثيات اللام شرطة يا شباب؟ قلنا نبدأ من نقطة الأصل نروح إلى اليسار إذن سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة إذن نكتب كم؟ سالب ثلاثة في السين وفي الصاد طبعا إلى الأسفل سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة سالب أربعة إذن عند النقطة اللام شرطة هي سالب ثلاثة وسالب أربعة النقطة نون ما هي النقطة نون شرطة؟ نعد نقطة شرطة بتقع على اليمين إذن أول شيء واحد اثنين ثلاثة أربعة في السين وفي الصاد سالب واحد وسالب اثنين إذن أربعة وسالب اثنين النقطة الأخيرة راء نبغى الصورة لها اللي هي راء شرطة وتكون هذه راء شرطة سالب واحد وواحد سالب واحد على يسار وسالب واحد أيضا إلى الأسفل إذن هذه هي الثلاثة الأزواج المرتبة للصورة فلام شرطة عندي سالب ثلاثة وسالب أربعة ونون شرطة أربعة وسالب اثنين وراء شرطة هي سالب واحد وسالب واحد ماذا نلاحظ يا شباب على الرؤوس لاحظ أن إشارة الإحداث الصادي للصورة بالانعكاس حول محور السينات هي عكس إشارة الإحداث الصادي للنقطة الأصلية نلاحظ النقاط الأصلية يقول لك لاحظ إشارة الإحداث الصادي كم الإحداث الصادي هنا يا شباب أربعة طيب كم الإحداث الصادي هنا سالب أربعة طيب كما الإحداث السيني هنا سالب ثلاثة وكما الإحداث السيني هنا سالب ثلاثة إذن الإحداث السيني كان مثل سالب ثلاثة وسالب ثلاثة والإحداث الصادي كان عكس أربعة وسالب أربعة فبالتالي إذا كان عندي الإنعكاس حول محور سين كيف تكون الرؤوس؟ يكون الرأس الأول كما هو اللي هو الإحداث السيني والإحداث الصادية نكتب عكسه نشوف النقطة نون 4 و 2 النقطة الأولى كما هي في الصورة 4 لكن الاثنين كتبناها سالب 2 شوف النقطة را سالب 1 و 1 النقطة الأولى كما هي الإحداث السيني سالب 1 بينما النقطة الثانية اللي هي 1 في الإجابة عكسناها خليناها سالب 1 إذا إذا كان عندزيف إنعكاس حول محور سين فإحداثيات رؤوس الصورة تكتب الإحداث السيني كما هو والإحداث الصاودي نجيب عكسه خلينا نشوف المثال الآخر هنا عندي إنعكاس ولكن هذا الإنعكاس حول أي محور يا شباب محور صات إحداثيات رؤوس الشكل الرباعي ألف باء جيم دال هي كالتالي ألف سالب أربعة واحد وباء سالب اثنين وثلاثة وجيم صفر وسالب ثلاثة ودال سالب ثلاثة وسالب اثنين ما هو المطلوب أكتب إحداثيات رؤوس الصورة خلينا بداية نكتب النقاط الأصلية هي سالب أربعة واحد للألف وللباء سالب اثنين وثلاثة وللجيم صفر وسالب ثلاثة وللدال سالب ثلاثة وسالب اثنين الآن نريد أن نكتب الإحداثيات بالنسبة للصورة بالنسبة لألف شرطة يا شباب ما هي الإحداثيات هذه ألف شرطة نبدأ من الصفر واحد اثنين ثلاثة أربعة في السين وواحد في الصاد إذن أربعة وواحد نجح عند النقطة الثانية اللي هي باء شرطة ما هي إحداثيات باء شرطة نبدأ من نقطة الأصل طيب باء شرطة على اليمين إذن أول شيء نتوجه على اليمين واحد اثنين ومن ثم في المحور الصادي واحد اثنين ثلاثة إذن اثنين وثلاثة النقطة الثالثة اللي هي جيم جيم شرطة تكون كالتالي نبدأ من نقطة الأصل نلاحظ أن جيم بالنسبة للسين لم تتحرك على محور صاد فبالتالي في السين صفر طيب وفي الصاد سالب واحد سالب اثنين سالب ثلاثة إذن صفر وسالب ثلاثة أخيرا النقطة دال دال شرطة نبدأ من نقطة الأصل نلاحظ أن دال شرطة تقع هنا على اليمين واحد اثنين ثلاثة ومن ثم إلى الأسفل سالب واحد وسالب اثنين إذن ثلاثة وسالب اثنين اثنين ماذا نلاحظ لشباب على الرؤوس أو على رؤوس الصورة لاحظ المحور السيني سالب أربعة هنا واشسار أربعة والمحور الصادي هنا واحد هنا واشسار واحد إذن إشارة الإحداث السيني للصورة بالانعكاس حول محور الصادات هي عكس إشارة الإحداث السيني للنقطة الأصلية إذن النقطة الأحداث السيني يكون عكس في الصورة والأحداث الصادي يكون كما هو إذن سالب أربعة لاحظوا هنا سارة أربعة هنا سالب اثنين سارة اثنين الصفر طبعا ما الصفر هو نفس الصفر وسالب ثلاثة تصير كم ثلاثة بينما الأحداث الصادي يكون كما هو واحد وواحد هنا ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا سالب ثلاثة وهنا سالب ثلاثة وهنا سالب اثنين سالب اثنين اذا كان المطلوب ايجاد احداثيات رؤوس الصورة وكانت الصورة بالانعكاس حول محور الصادات فبالتالي كيف تكون الاحداثيات بالنسبة للصورة الاحداث السيني نجيب عكسه والاحداث الصادي كما هو احيانا الطبيعة تصور لنا مناظر جميلة كأنها مرسومة بالانعكاس خلينا نشوف بعض صور الانعكاس في الطبيعة شوف هذا المنظر الجميل نلاحظ ان هذا هو الشكل الاصلي واللي على الماء هي صورة مرسومة بالانعكاس ولكن بجانب الطبيعة هنا ايضا هذه الصورة الجميلة نلاحظ الجزء العلوي هو الشكل الاصلي وبينما الجزء السفلي هو الصورة الممثلة بالانعكاس وهذا الانعكاس كان ايش افقي اذا لرسم الانعكاس اول خطوة نوجد عدد الوحدات بين كل رأس ومحور الانعكاس الخطوة الثانية نحط نقاط جديدة على كل رأس على الجهة الاخرى واخيرا نوصل بين النقاط الجديدة لنكون صورة الانعكاس اللي هو الشكل الجديد هذا ما كان لدينا في هذا اليوم اتمنى لكم التوفيق شكرا لكم نراكم في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة